اشتركوا في القناة شملت مختلف نواحي التطوير وامتدت تكون مسيرة شاملة في كافة جوانبها وهو ما تشهده مملكة البحرين جليا في مختلف محطاتها البارزة بجهود أبنائها المخلصين من فريق البحرين الذين أنجزوا وحققوا بعزمتهم الوطنية الكثير في كل قطع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وعدل من كبار المسؤولين الرعاة الداعمين لفعاليات موسم أعياد البحرين حيث أعرب سموه عن الشكر والتقدير لشركة بابكو انرجيز ومجموعة جي اف اتش المالية وبنك البحرين والكويت وبيت التمويل الكويتي وشركة ايغل هيلز وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية باتلكو على جهودهم المبذولة الداعمة لاحتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية والتي اتسمت بالنجاح والتميز وهو ما يستحق الاعتزاز به دائما فعزيمة ابناء البحرين لا حدود لها موصولة بالحب التحدي وعشق الانجاز ما يثمر ختاما انجازات مستمرة يفخر بها الجميع وقال سموه ان ما يميز احتفالات مملكة البحرين هذا العام هو اطار التعاون والتنسيق الماثل بين مختلف الجهات بروح الفريق الواحد والذي تم وفق اعلى مستويات الاتقان المنشود منوها بما اثمرت عنه الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في انجاح موسم اعياد البحرين واسهامهم في دعم القطاع السياحي في المملكة باعتباره من القطاعات ذات الاولوية مشيرا الى اهمية تجديد العزم مع بداية العام الجديد لتحقيق الافضل من خلال مواصلة تعزيز مختلف مسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو اتفاق نحو افاق ارحب لبناء المستقبل المشرق للبحرين وابنائها من جانبهم اعرب الرعاة الداعمين لفعاليات موسم اعياد البحرين عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه سموه من جهود مستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق المزيد من النماء والتطوير في مختلف المجالات